موضوعنا الثاني في حلقة النهاردة عن تأثير التدخين الإيجابي والتدخين السلبي على الحمل تمام؟ طبعا أنا عارف يعني فيه ناس دلوقتي يقولوا ايه؟ تأثير طبعا سيء والحقيقة أن الكلام عن مخاطر التدخين يعني بقى في نطاق المعلومات العامة يعني خلاص؟ اللي المفترض أن كل الناس بقوا معرفينها ومتأكدين منها ومع هذا ومع هذا يعني رغم اللي احنا بنقوله ده ورغم اللي أنا واثق أن ملايين من حضراتكم التي بيقولوه لكن ما زال فيه قطاع عريض من الناس وعلى فكرة على مستوى يعني دول كتيرة بيتعاملوا بشيء من المبالاء أو الاستهانة تجاه أخطار التدخين الأغرب من كده الغريب بقى يعني أن بعض السيدات الحوامل بيدخلوا فيما يشبه حالة من الجدل كده أو حتى الإلحاح مع أطباءهم حوالين التدخين وإذا كان مسموح يعني هو مش مسموح أي عدد يعني يا دكتور مسجاير أصلا أنا واحدة صاحبتي كانت حامل والدكتور بتاعها لا أنت ممكن تدخني أربع سجار في اليوم وغالبا اللي بيقولو كده بيقولوها بالانجليزي يعني أنا بقولوك وهو بسبق لكو يا مش بتارية والله بس بقولوكو الأمر الواقع تقولو أنا واحدة صاحبتي الدكتور بتاعها لا يعني هي كده بقى خلاص بقى الدكتور يعني مصدر سيق أنا عايزة أقولوكو أنه يعني الطبيب اللي يقول كده مبدئيا يعني ربنا يسامحه و لا مش ربنا يسامحه ربنا يعطيه قدر ما يستحق من الضرر اللي بيسببه خلاص لأنه مش بس بقى بيدر السيدة اللي قدامه أو الزوجة اللي قدامه أو بيتماهى معاه أو بيجريها لكن بينقلوا هذه المعلومات الخاطئة تماما الخاطئة تماما لناس كتير وتلاقوا بقى وسائل التواصل تضج الحقيقة بالحاجات دي كلها و أنا عادي و أنا الدكتور بتاعي و لا والدكتور بتاعي قالي ممكن تدخني فيب بدلا ما تدخني سجارة عداية يا سلام ده كل ده غلط يا جماعة أنا مرة من المرات يعني أنا كنت على الهوى في أحد حلقات برامج يعني من أحد برامجي يعني زمان والله العظيم و قلت الطبيب اللي يقول كده ده احنا لازم العالم كله يعني يقف وراء لأنه اكتشف حاجة العالم كله بيقول عكسة من عشرات السنين الدكتور اللي يقولك التدخين يعني مش مضر أوي في الحمل ده احنا لازم نجري وراته كلنا و نشوف من هذا الملهم يعني اللي اكتشف حاجة يعني و أنا طبعا بأسخر الحقيقة سخرية مرة يعني لكل السيدات دول بقول لهم أن التدخين ممنوع تماما أثناء الحمل التدخين ممنوع تماما أثناء الحمل بخلاف أضراره بصفة عامة على المرأة حتى في غير أوقات الحمل المرأة والرجل والأطفاء كله يعني فالتدخين للأسف بقى شوفوا مضطرين إحنا دلوقتي في عام عشرين تلاتة وعشرين وشوفوا إحنا في شهر كام يعني خلاص إحنا في شهر سبعة ولا في ستة وبنقول أن التدخين يؤدي إلى أمراض القلب وتمدد الرئة بالإضافة لإحتماليات إصابة بسرطان الرئة حاجة يعني تخيلوا أن ناس تتطرك إنك تقول الكلام دا دلوقتي تقول الكلام دا دلوقتي مع كل هذا التقدم العلمي المزهل اللي بيكتاح العالم بقى له سنين إحنا مضطرين نرجع ونقول للناس يا جماعة التدخين غلط بيجيب سرطان وعاجات كده ده غير العديد والعديد من الأمراض الخطيرة طيب نرجع تاني بقى للحمل عشان ما نفرعش في أمور هنقسم تأثير التدخين على الحمل من خلال استعراض مشكله على الجنين أثناء الحمل أو على المولود بعد الولادة هو التدخين ممكن يأثر بعد الولادة هتعرفه دلوقتي التدخين أثناء الحمل النيكوتين الموجود في السجاير يقلل تدفق الدم الواصل للجنين ده غير أن أول أكسيد الكربون الناتج عن عمليات التدخين عمليات التدخين أين كان اسمها يعني يقلل كمية الأكسوجين في الدم نفسه اللي بيؤدي لإيه بقى؟ تقليل كمية الأكسوجين يؤدي إلى مشاكل تكوينية في أعضاء جسم الجنين وأجهزته الحيوية وده اللي ممكن لا قدر الله يؤدي إلى التشوهات أو حتى الوفاء لا قدر الله خلال الحمل برضو يؤدي التدخين إلى احتمالات الإجهاض أو الولادة المبكرة أو ما يعرف طبيا بالمشيمة النازحة واللي بيحصل فيها إغلاق كل أو جزء لعنق الرحم وممكن كمان يؤدي إلى تمزق المشيمة يعني انفصلها قبل الموعد المحدد لها عن عنق الرحم ده كله ممكن يعمله التدخين في الجنين أثناء الحمل تمام؟ أما بعد الولادة فالمثبت طبية أن التدخين يؤدي إلى ولادة أطفال قليل الحجم وزنهم ببقليل وللأسف من المعروف طبيا أن الأطفال المولودين تحت وزن 2.5 كجرام بيكونوا عرضة للوفاء أكتر 20 مرة من الأطفال المولودين بوزنهم الطبيعي إحنا قلنا هو التدخين يؤدي إلى ولادة أطفال قليلين الحجم لو الحجم كان 2.5 كيلو فأقل بيكون احتمالات الوفاء لا قدر الله لا قدر الله 20 مرة أكتر من الاحتمالات العادية أيضا قد يؤدي التدخين إلى ما يعرف بحالة صدن انفنتايل ديث سندروم أو متلازمة موت الطفل المفاجئ بعد الولادة مباشرة وللأسف ومع كل اللي بقوله ده لسه في بعض السيدات بيتمسكوا ببعض الأمثلة الندرة عن بعض الحالات لسيدات كانوا بدخانوا خلال الحمل ولم ترصد هذه المشاكل بعد خلاص كده ولكل السيدات دي بنرجع نقول لهم تاني من الحد دلوقتي ومع كل التقدم العلمي اللي احنا فيه مفيش أي طريقة علمية ممكن تؤكد عدم حدوث أضرار أثناء الحمل إذا كانت الأم بتدخن لكن الأمر كله بيخضع لحسابات الصدفة اللي من المؤكد أن مفيش حد عائل في الدنيا يحب يكون موجود في نطاق تهددها مش بس كده ده الأبحاث الطبية وبعد ما انتهت من تأكيد كل المعلومات اللي أنا قلتها لحضراتكم دلوقتي عن المخاطر الشديدة للتدخين خلال الحمل اتجهت في الفترة الأخيرة لدراسة أثر التدخين السلبي على الزوجة الحامل أثر التدخين السلبي آه يعني كل اللي فد ده كان إن الزوجة نفسها بتدخن خلاص كده لا ده فيه بقى التدخين السلبي يعني الزوجة لو زوجها بيدخن أو كانت الزوجة الحامل بتتواجد لفترات طويلة في مكان فيه مدخنين والسؤال بقى اللي بيطرح نفسه هنا هل التدخين السلبي ممكن يؤثر سلبيا على الحمل ده اللي هنعرف إجابته بعد ما نطلع لفاصل هل التدخين السلبي اللي هي إن الزوجة تبقى قعدة في مكان مكان عمل بيدخنوا فيه وسيلة مواصلات ناس بتدخن فيها طبعا ده ممنوع بالقانون زوج بيدخن في البيت بيت عيلة والعائلة دي فيها ناس بتدخن وهكذا هل ده يؤثر على الجنين هنطلع لفاصل ونرجع نعرف معلومات كتيرة جدا وحديثة جدا عن هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر